سيف طفل في ربيعه العاشر من العمر كان عائداً من مدرسته الابتدائية متوجهاً إلى دفع عائلته بعد يوم علمي متعب إلا أن حصته كانت ثلاث رصاصات استقرت في جسده الصغير إثر مشاجرة بين عشيرتين في منطقة سكنية والله الطفل ما عنده ذنب طفل حل من المدرسة وهذا صار بناته مشاجرة والسلاح يعني مو مشاجرة يتعادية وصار رمي الإطلاق وداخل سوق شعبي وأكبر سوق كربلة بحي الغدية ونضرب بنا ونقلنا المستشفى توفى بالمستشفى ليست هذه المرة الأولى التي يسقط فيها الضحايا ليس لهم ذنب إلا أنهم وجدوا بمناطق تشهد نزاعات عشائرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة دون أي حساب لتريب الآمنين وقتل الأبرياء بدم بارد ومو بس هو ويا بعد 2-3 وهم رأى أيضا مصابة بالمستشفى السلحة حاليا قدمنا شكوى ونطالب القضاء بمحاسبة هؤلاء المجربين بإصدار عقوبات اللي تلائم مثل هذه الحالات وبدل أن يعود الطفل سيف إلى أحضان والدته التي تترقب كل يوم أن يكبر ابنها وتتعاظم أحلامها في مستقبل ناجحا له ذهب إلى المقبرة ولم يعود للأمة تنتظره سوى ذرف الدموع والعيش بالحسارات على حلم لم يكتمل ومستقبل انطفأ برصاص تقول الجهة الرسمية إنه منفلت لكن دون حل أو إجراءات رادعة توقف قوافل الموت وتحفظ حق الناس في العيش الكريم الطفل سيف كان أصلا مويم الحادف ولا من الموضوع ولا من أحد عوائل الطرفين المشاجرات مجرد حالة حال أي طفل راجع من الدوام البيتهم مار بالطريق اللي يود البيتهم ليش يتين كتل ليش يتين مقتل الطفل إثر نزاع عشائري جاء بعد يوم واحد من رسالة وجهتها وزارة الداخلية للعشائر قالت فيها إنها ستلاحق مرتكب الدقة العشائرية قانونيا وأيضا بعد أيام من وعد الحكومة الجديدة بإنهاء السلاح المنفلت وهي حادثة ربما تكون جوابا على أن الوعود لا تكفي دون تطبيق صارم يجعل الدولة لا تفرط بحقها في احتكار السلاح وكل وسائل للعنف اشتركوا في القناة